بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لسابيع الماضية قد أخذنا إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم رسائل بالملوك والأمراء وكيف كان ردهم بعضهم رد ردا إيجابيا وبعضهم رد ردا سلبيا واليوم بإذن الله تعالى نأخذ عن السراية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بين غزوة خيبر وعمرة القضاء أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سرية عمر بن المخطب رضي الله عنه إلى تربة بعثهم صلى الله عليه وسلم في ثلاثين راكبا إلى بني نظر بن معاوية إلى بني نظر بن معاوية بن بكر ابن هوزان وبين جشم ابن باكر ابن هوزان الذين كانوا بتربة بمنطقة بمنطقة التربة والتربة مكانه قريب من مكة وعندما علموا بمسير المسلمين إليهم عربوا فعاد عمر رضي الله عنه وأصحابه وبني نظر وبني جشم عادوا إلى بلادهم إلى المدينة وكان ذلك بعض علماء يقولون كالواقدي ابن سعد في الطبقات هذا كان في شعبان سنة سبعة من الهجرة وسرية الثانية سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد إلى بني فزارة في أرض نجد فشن عليهم أبو بكر الغارة فقتل منهم من قتل وقتل منهم من قتل وكان معه في سرية سلمة بن الأكوع حيث تمكن من أسر مجموعة من الذراري فنقفله أبو بكر منهم جارية جميلة وكانت هذه السرية في شعر أيضا شعبان سنة سبعة من الهجرة والسرية الثالثة سرية بشير بن سعد حيث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية فذك إلى ناحية فذك أرسله صلى الله عليه وسلم بثلاثين رجلا إلى بني مرة بفذك فتمكن من استياق نعمهم يعني الإبل ما عندهم من الإبل والشاه بما كانوا في بواديهم يعني وعندما علموا بالخبر أدركوه وأصابوا أصحابه وولى منهم وولى وقاتل بشير بن بشير ببسالة حتى سقطه وظنوه أنه قد مات ورجعوا بأناعمهم وفي المساء تمكن بشير في اللجوء إلى فذك وأقام عند يهودي أياما حتى تمضت جراحه ورجع إلى المدينة ونقل خبر مصابهم إلى المدينة من علبة بن زيد الحالة وكان ذلك أيضا في شعبان سنة سبع من الهجرة السرية الرابعة السرية غالب بن عبد الله أصله إلى ميفعة والحقيقة هذه السرية الراجح منها أن هذه السرية هي التي ذكرها البخاري المسلم فأذكرها ابن أسحاب في سياره في رواياته من حديث أسامة بن الزيد هذه قصة مذكورة ومشهورة قال أسامة بن الزيد فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينا لقبيلة جهينا قال فصبحنا القوم فهزمناهم ولاحقت أنا ورجو من الأنصار رجلا منهم أسامة يذكر هذه القصة بأنه لاحق هو ورحد الأنصاري رجلا من غير المسلمين من المشركين فلما غشيناهم قال لا إله إلا الله أراد أن يقتل أسامة بن زيد والأنصاري فتعوذ قال لا إله إلا الله أشعروا لا إله إلا الله فالأنصاري ماذا فعل كفى عن قتله لكن أسامة بن زيد ما نغى فطعنه لما كفى عن الأنصاري حتى ماذا فعل أسامة بن زيد قتله لما قتل فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك نبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأسامة بن زيد ندم عن هذا الفعل قال فما زال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم هذا اسم الرجل المقتول اختلفه العلماء في اسمه الصحيح بأن مرداس بن نهيك اسمه مرداس بن نهيك الذي قتله رسامة بن زيد ومن الحرقة من جهينة حليف بني لبني مرة وبعضهم قالوا اسمه نهيك بن مرداس كما ذكر اللواقض لكن الصحيح مرداس بن نهيك وقد ذكر ذكروا أهل السير أن سليد غالب المعبد الله التي وقعت فيها قصة سامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله الذي ذكرناه قبل قليل وقتله على الرغم من ذلك كانت إلى الميفعة وأن عدتها مئة وثلاثون راكبة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد عبد بن ثعلبة وبني عوال وفيهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قادهم إلى مكة الذي قادهم إلى مكان العذوب حيث أوقعوا به واستاقوا نعم وشاه وقتلوا من أشرف إليهم وأيضا هذا في رمضان كان سنة سبع من الهجرة فذكر ذكر أن قول لا إله إلا الله فكبر المساعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة عندما بلغه خبر قتله قتله لرجل الذي نطق بشهادة في رواية قال أشققت أو شققت قلبه فتعلم صادق أم هو كاذب وقال لأسامة لا أقاتل أحدا يشهد لا إله إلا الله يعني ندمة ولم يخوض حتى في حرب بين أو قتال لما وقعت قتال بين الصحابة على فتنة معاوية وعليه رضي الله عنهما جميعا فينبغي المسلم أن لا يقاتل المسلمون وجاء وعيد في ذلك وأسامة من زيد لما قتله وقال قال تعوضا يعني يلتجع هو ما قال هذا إلا خوفه من السيف كما جاء في بعض الواياه من هذا الباب وليس يعني هو مسلم قال أشققت عن صدق واليوم فرى مسلم يقتل المسلمين يعني ومسلم يكفر مسلما فانتشر هذه الفتن في هذا العصر بأنه مسلم يذبح مسلم باسم الدين يعني سني يذبح سني باسم الدين وهذا يقول لا إله إلا الله يعني مع ذلك صاحبه يقتله وأنا شهدت بعض المقاطع قديما يعني كان يقول أشهد لا إله إلا الله أشهده والله أشهد ومع ذلك ذبحه كيف يعني جراءها كيف يأتي من نفسك أن تقتل واحد يقول لا إله إلا الله ولا تبتذبحه أمام أعين الناس أصلى الله وهذا من عقيدة الخوارج الذي يقتل المسلم متعمدا وأيضا في هذا المبحث سرية بشر بن السعد الذي يرسله إلى الجناب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان بالجناب منطقة اسمها جناب قد وعدهم ويأينا بن حصن ليكون معهم يزحفوا على المدينة يعني يهجمون المدينة بني جناب ويأينا بن حصن ساعدهم حتى يغزون المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن السعد فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل حتى أتوا إلى يمن وجباب وهم نحو الجناب منطقة يم وأتوهم كلهم أسرهم والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي القرى فنزلوا بسلاح المنطقة اسمها سلاح ثم دنوا من القوم وأصابوا لهم نعما كثيرا لأن حيوانات أخذوا منهم وتفرق الرعاء وحذروا حذروا القوم فتفرقوا ولحقوا في علياء بلادهم ولذا لم يجد بشير عندما حل بديارهم ومحالهم إلا رجلين فقد رجلين أتبهم فأسرهم وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وأرسلهما وكان ذلك في شوال سنة سبع من الهجرة وفي رؤية أنهم عندما أتوا أسوأ خيبر أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعينا لعينا من حص كعن جاسوسا ثم لقوا جمع عينا فناوشوهم ثم انتشف الجمع عينا وأسر منهم وأسر منهم رجلان وكانت هذه السرية سبب سببا في أن يفكر عينا بالمحصن في أمر الإسلام الحوار الذي دار بينهم وبين حنيفه الحارث بن عوف المري وفروة بنه وبير القشيري وكانت خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجل يؤخرون رجل ثم أصبح من المؤلفة لقلوبهم كما استفادت الأخبار في ذلك ثم ثبت أنه حضر حنينا يعني على عينا بن حصن حضر حنين وأسلف قالوا أسلم بأن في بعد فتح مكة قد أسلم عينا بن حصن وحصن إسلامه أسأل الله يتوب علينا وعليكم وعلى أمتهم أسأل الله يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة الله تعالى أعلى وعلى وصلى الله وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وعلينا